السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم عندنا جابرا 75 وهي من سلسلة الاليت وليست نسخة الاكتب 75T هي خليفة الخمسة وستة واللي قلت قبل سنة انه من افضل السماعات المخصصة لفئة الرياضيين فلما كنت متواجب بامريكا اشترتها بسعر 150 دولار امريكي من بيست باي طبعا ممكن تتقهم بين 150 الى 170 واللي اشوف سعره جدا ممتاز مقابل امكانيات واسمع الى نهاية هذا الفيديو وعطنا رأيك في خانة التعليقات لا تنسى تفعيل جرس التنبيه زر الاشتراك زر اللايك اكون ممنون واذا ما عجبك اضغط على الزر الديسلايك ميزات 7 ساعات ونصف الساعة للسماعات نفسها والحافظة 28 ساعة وهذا مع الاختبار الحقيقي بضبط الصوت الى 60 ديسبل اعطاني 6 ساعات و44 دقيقة واللي اشوف قريمة ما ذكرت الشركة واللي اشوف ان البطارية لا زالت ممتازة طبعا من خلال يسبي تايب سي تقدر تعتمد على تقنية الشحن السريع في 15 دقيقة تطيق الساعة ما هو بالاسرع لكن اوكي على اقل موجود هذا الخيار وما فيها الشحن لاسركي اذا كنت راح تسأني فيها خاصية الايقاف التلقائي واللي ممكن تروح للعدادات وتضبطها فهذا خيار ايضا متاح ممكن ترضيها او تشغلها فهذا يعني ما عندك اي مشاكل وتعمل بالشكل المطلوب من الحين اقول لك طبعا هذه السماعة تدعم يعني اغلب والملفات الصوتية الاكتر شيئا على الاندرويد والايو اس وتقدم لك تقنية البلوتوز 5.0 واللي راح يسمح لك باقتران الى جهازين بنفس الوقت وتسجيل الى ثمانية اجهزة وهذا خيار ايضا ممتاز على هذه السماعة طبعا هذه السماعة ما بها خاصية العزل للضجيج لكن تقدم ما يسمى باسم واللي يتقدم لك خيار لسماء ما هو حواليك او وش اللي قاعد يدور حواليك وهذه التقنية راح تتكلم عنها لاحقا ايضا حصل على معايير ممتازة لمقاومة الماء والاتربا الـ IP55 وفيها اربع مايكات والتطبيق من خلال الاس ومن خلال الاندرويد هذه السماعة تأتي بتصميم جميل صغيرة صراحة بنفس يعني حجم الـ Galaxy Buds هذا اللي حسيته طبعا جاء التصنيع ما حسيت فيها اي مشاكل نهائية وهل هي ثابتة او مريحة بكل تأكيد جدا جدا ثابتة وجدا جدا مريحة ولكن قبل ما ندخل في التباصيل نقطة دائمة يكررها في عالم السماعات في وسائد للإذن في كل صندوق لكل سماعة ضروري تجرب وسائد الإذن في مقاس الصغير الحجم الوسط الحجم الكبير لانه هي راح تلعب دور كبير جدا في مستوى الراحة والثبات وايضا على الرغم انه هذه السماعة ما تقدم لك مستوى لتقنية العزل للضجيج الا انه بيسبب اختيارك الصحيح للوسائد راح تعزل بشكل جيد برضو راح تلاحظ انه في كل سماعة في زر وشي اللي عجبني انه الزر جدا حسيت ينضغط لكن ضغطك بسيطة ما من النوع اللي يتضغط وبدل شوي يدخل اذنك ويضايق كثير من الناس فعجبتني هذه الحركة واتمنى انه كل الشركات اللي بناوية تحط زر على سماعات من هذه الفئة يعني تسوي نفس الفكرة عموما الوظائف جدا جدا كثيرة على كل سماعة ضغطة ضغطتين ضغطة بشكل مطول او بثلاث ضغطات اما انك تردع المكالمات تحط المكالمات على وضعية الانتظار برضو او انك ترفض المكالمة تفعيل المساعد الشخصي تقديم او تأخير ملفات الصوتية تشغيل او ايقاف مؤقت هذه الخيارات رح تكون متاحة على كل سماعة لكن في وظائف مقسمة على السماع اليمين وفي وظائف مقسمة على السماع اليصار الكاتالوج جدا جدا مفيد لا ترميه انتبه لا ترميه طيب خلينا نتكلم عن مسألة او خاصية الهير ثرو واللي زي ما قلت لك الباسف نويز كانسليشن هذه رح تخليك تسمع اللي حوالك باستخدام او بالاعتماد على المايكات واللي اقدر اقول انه الاداء جدا جدا ممتاز من ناحية السماع اللي حوالك والشيء الممتاز انه من خلال تطبيقهم تقدر تحكم بمستوى اللي تبغى تسمع اللي حوالك فهذا برضو خيار جدا ممتاز ونادر نشوفه في عالم السماعات من هذه الفئة اداء ثابت من ناحية تقنية البتوز ما وجهت فيها اي مشاكل او تقطيع هذا الشيء ما وجهت جربت على عيس من خلال اندرويد باستخدام اليوتيوب ونتفلكس ما لاحظت فيه اي تأخير نهائيا طبعا جودة المكالمات ممتازة ايضا جدا جدا ممتازة فيها خيار حلو الصراحة طبعا اذا رح تسأني في مسألة هل تسمع اللي حواليك وانت قاعد تكلم هذا خيار موجود لكن فيها خيار اللي هو سايد تون واللي اشوفه خيار جدا مهم بحيث انه يخليك تسمع واش قاعد تقول ما يحتاج والله انك تصارخ وتخلي حواليك يدرون انك قاعد تكلم فهذا خيار ايضا متاح ما هذه السماعات الان في مسألة العزل تقدم عزل كويس مش الافضل مقارنة بالسماعات اللي تقدم تقنية حقيقية للعزل الضجيج لكن مستوى العزل اذا اخترت الوسادة او الوسائد الصحيحة رح تطيك عزل كويس جدا جدا كويس طيب في مسألة جودة الصوتيات الان اللي بقولك يا الحين اسمع زل عطى وقت عطى السماعات وقت علشان درايفرات نفسها او المعرفات الموجودة في كل سماعة تاخذ وقت فدنا تحرق وتعطي الجودة الصوت اللي انت تبعت عنها في التطبيق في اكولايزر واللي بمكانك تحكم كيف تبغى يكون الصوت هل تبغى يركز على مسألة البيس نعم موجود موجود لكن بعض الأحيان احب نزل شوي مستوى البيس عشان يكون مد او الصوت البشرية او الفوكل نفسه بشكل عام يكون حاضر وبقوة طبعا في متألة الساوند ستيج للامانة بكون صريح معاكم مهب واسع مرة مهب جدا جدا واسع في مسألة الهاي وصولا الى مثلا صوت البيانة على سبيل المثال وهذه لا يعني كان ممتال جدا جدا ممتال لكن في مستوى الساوند ستيج لا ما احسيت انه ما اخذ راح تبغل الشيء الكثير لكن الداو اقول لك انه هذا السماعة ميالة لمسألة البيس فبالمختص انفيد عاط السماعة وقت وهذا ضروري جدا اخوان ضروري جدا عاطها وقت خلها تحرق الدرايفرات وعشان تعطيك اداء الصوت الممتاز فبشكل عام سماعة ممتازة من ناحية التصميم جود تصني ثباتها والبطارية الخارقة وشوفها ممتازة تقريب التوتر 570 مقاومة للماء وللأتربة اداء بشكل عام في مسألة السماع ما هو حولك ممتاز الصراحة جود المكرمات جدا 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 مرضية واداء الصوت بشكل عام لمحبي البيس راح يحبون بشكلك جدا جدا كثير اعطنا لايك في خانة التعليقات اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر لايك واذا ما اعجبك اضغط على زر لايك اشتركوا في القناة